أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طرسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم شوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلق القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بحبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تشطرون فلما جاءها نودي أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عشاك فلما رآها تهتز كأنها جام ولا مضبرا ولم يعقب يا موسى لا تقف إني لا يقاف لبي المرسل إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأبق اليدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المششدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عبابه المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد الممل قالت مملة يا أيها الممل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحبت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يطير إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أسبقت أم كنت من الكاذبين إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملغ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملغ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال ولأتم الدون بمال فما آتاني الله فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملوك أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أم آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليهم قبيل أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أم آتيك به قبل أن يرتد إليك فرفك فلما رآه مستقضا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وما شكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت طيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممروة من قوارين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيضنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خارية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونوطا إذ قال لقومه أفأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُومٍ مِّسَانٍ بَلْ أَاتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فآجيناه وأهله إلا مرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين صفا أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْبِلُونَ أَنْ جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعْلَ خِلَى نَهَا أَنْهَارًا وَجَعْلَ نَهَارَ وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَبُّ وَإِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجَعْلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي غُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ فَعَلَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُكُكُمْ من السماء والأرض أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَابِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّامَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا مَحْمُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّنِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَضِ فَلَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ سُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما آت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القوم عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أن ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أما جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات من قوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر من والصحاب صنع الله الذي أبقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغاف من عما تعملون صدق الله العظيم